السلام عليكم أسعد الله مساءكم بالخيرات والمسرات نتكلم يا شيخ علي مثل طلاب الجامعة يتكلمون باللغة العربية الفصحى حياكم الله بينما نحن نسير على الطريق لغة عربية أهلا بكم في الجامعة يا سلام اليوم جاينا أنا والشيخ علي الشيخ علي أشرف الحوف وزميلنا وحبيبنا حبيب القلب درسنا نويا في هذه الكلية الجميلة كلية الشريعة كلية الأنظمة والدراسات القضائية الشريعة صادثة اللي جنبها الظاهر شوفوا الألوان والحركات هذه كلها ما كانت موجود اليوم اللي كنا نحن كانت مواقف نعم يا سلام الله نحن كنا دائما نصلي هنا في هذا المسيد مسيد ابن باز كان الوحيد هو في الجامعة الآن ما شاء الله صار هنا في مسيد وهنا في مسيد وعند المعلمين هناك ما هذا أسمعك لا أعلم حتى أنه نسيت أسمعه لكن هذا القديم هذا أقدم مسيد هناك ركن الأندية أيه أحسنت هناك ركن للأندية أحسنت هذا وهذه الموية من يوم ما يأتي الجامعة خزان الموية من يوم ما يأتي من أول ما أسسوا الجامعة وهو موجود فاضي 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 ما في شيء هؤلاء بعض وطلابي الجامعة تعالوا نظر أشواء على المسيد أظن مفتوح يمكن الآن تحصل طلاب كلهم جالسين وبيبوا الطلاب ما شاء الله يزاكروا هنا ما شاء الله ما شاء الله الآن تحصلوا ما شاء الله كتابه هل هذا كان مفتوح؟ الآن الساعة كم؟ الساعة 10 ونص 9 ونص ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله أخاف أني أصور ما شوني فتحنا الله ما شاء الله الله ما شاء الله يا سلام كل شخص منعكف ما شاء الله خشوا ما شاء الله خبرهم أكثر من خصوة يوجد كثير هذه البعوة كبير نعم أغلب الطلاب يجتمعون في هذا المكان خصوصا لا يستطيعون أن يجتمعون في غرفهم فيجدوا المسجد مكان مناسب لكي يذاكروا الشيخ محمد نعم تصورني ماذا كلية يا شيخ محمد هذه كلية القرآن الكريم التفسير يدعس القرآن وعلوم القرآن كلها في هذا المكان جميل جدا موقعها أين كان يا شيخ محمد إذا تذكر كان هناك وكان اللغة العربية القديمة جنب المطعم كانت هناك بعد هذا المبنى تقريبا لأن نقلوه هنا بفضل يا شيخ محمد جنبها كلية الحديث الحديث أم الدعوة يا شيخ محمد الحديث هذه كلية الحديث حديث الشريف وهذه الدعوة الشيخ محمد مرشد السياحي في هذا الجامع جلس كم سنة في الجامعة يا شيخ محمد جلس كم سنة في الجامعة يا شيخ محمد جلس أربع سنوات ونصف كانت من أجمل السنوات اللي قضيتها في الجامعة طبعا ليش أربع سنوات ونصف كليت شريعة شريعة نعم شريعة نعم شريعة نعم شريعة نعم شريعة نعم سنعم بالله كيف نحن جاينا عشان نتمشى وشوف زاد الإيمان بعد زيارة في البرد كمان في الساحة هنا يقرأ قرآن جلس يتلك كتاب الله عز الله يا السلام جميل جدا يا شيخ علي جميل كليات الحديث الشريف من أصعب الكليات في الجامعة طيب شيخ علي دعونا نستذكر شيء من الماضي كيف تقدمت الجامعة الإسلامية درست في المعهد الثانوي معهد الثانوي في الجامعة بالمناسبة نتحدث معهد متوسط و معهد ثانوي في الجامعة هذا مباشرة الطالب عندما يخلص الثانوي مباشرة يدخل في الجامعة نعم مباشرة الجامعة الإسلامية يا سلام هل تقديم صعب في المعهد متوسط بالثانوي أم هناك شروط معينة أم هناك شروط معينة أم هناك شيء لا أعلم صراحة لكن كلها مواد شرعية يا سلام لكن الفرقات بين العام والدرس الحكومية والدرس الجامعة و بعض المواد مثل القراءة والحديث زيادة هذه كليات الشريعة بعد تحديثها نحن اليوم التي تخرجنا كانوا لسه بدأوا بتأسيسها نعم مفتوحة نخرب عليهم أو لماذا؟ بعدين نقوم بعمل زيارات المتابعين كانوا طلبوا مني أن نصور النادي لكن إلى الآن لا تفرغت للنادي وجاء الشتاء أو تفرغت للنادي نذهب للآن نقوم بعمل زيارة ممكن مباشر للله مباشر دعنا نذهب إلى جهة الملعب هذا مباشر لا 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 هذا ليس مباشر لازم صورة أنت بركة حققتها أنا صورت احسن طيب يا شيخ محمد نعم اذكر لنا موقفاً لا تنساه من يعني من دكتور يعني من دكتور إن درّسك فى الجامعة الإسلامية حال أولاً أنا قلت لدكتور حطر في بالي دكتور الله يسامح الله يسامح لا نحن هو موقف جيد يا شيخ محمد موقف جيد يعني أسطر ما وجهت لا لا أنا بدون زكر أسماء طيب هذا الدكتور طبعاً درسني في الجامعة هنا في كلية الشريعة الفقه مادة الفقه والدكتورة هذا معروف يعني علم على رأسه نار في المدينة وله كرسي في الحرم فالمهم الدكتورة جزاه الله خير وعفى الله وعنه وعنه طلبت منه تزكية بعد انتهاء من الجامعة يعني نعم بعد انتهاء طلبت منه تزكية حتى تكون يعني معينة لي في أموري دنياي تمام فالمهم الدكتور ماذا قال لي قال لي كم يعني كم كم معدلك او كم درجتك عندي في الفقه فقلت له كذا وثمانين فقال لي لا اعطيك تزكية اوف عشان كانت دون الثمانين يعني دون التسعين دون الممتاز دون الممتاز اللهم مستعان فتحسست منه اللهم مستعان الحمدلله عوضنا الله خيرا وتزكيات اخرى نعم الحمدلله تمام يعني انا كنت ارغب به كونه يعني ما شاء الله يعني معروف الدكتور ولو مكانته في الجامعة لكن جزاه الله خير التقييم ما يكون على الدرجات يا شيحالي يكون على ماذا؟ قد يكون انا في الاختبار مثلا سبحان الله ربي ما وفقني لحل المسألة او حل مسائم مثلا معينة وشخص اخر ربما يعني ربما يكون مثلا في ظاهره عدم الصلاح لكنه ايش انجز في هذه الاختبار فهل هذا يعطى مثلا تزكية وهو غير حافظ لكتاب الله عز وجل وانا الحافظ لكتاب الله عز وجل لا اعطى تزكية اسأل الشيخ هنا يعني ايه كلامي السلام عليكم السلام طيب يا شيخ محمد ازاك الله خير نرجع لحالك نرجع للملعب نصور لهم الملعب شوفوا الملعب الجامعة بعد التجديد والشغل ان شاء الله الان حنلعب معهم نحن هذا ملعب ايش سلة يا شيخ محمد اول شيء هذا ايش شوف الملعب الاول هذا ملعب كرة سلة نعم ما شاء الله عندنا مجموعة من الطلاب مع شاء الله يحبوا كرة السلة لهم الشرق في المسيطة الف Living المباشرة الشتاء شيخ محمد يبغاله رياضة صحيح ما رأيك في هذا المقول رياضة علشان تصل بالعضلات هل تنصح الشتاء بالرياضة ام بيجلس تحت البطانية انا نصحهم انه ياكلوا ويجلس تحت البطانية اجينا شو حي هذا شيخ محمد يلا شيخ محمد يلا شيخ محمد قاعدة بالفروة وقاعدة تشيل العين لا جميع شيخ محمد انا كنت باع احد ونحنا مسأ زلنا منه متمرس يا شيخ محمد يلا شيخ محمد ايش تبقى اي تمرين فش تفضل كرة سلة انا احب كرة سلة هل تلعب معهم؟ نذهب معهم يسمحوننا او يقلعونا طلاب الجامعة هذا ملعب مجاني لطلاب الجامعة صح؟ نعم مجاني وطلاب الجامعة لان يأتي مبارة ينطروا بعد لان يأتي مبارة للجامعة لا اعرف صراحة يحتاج ان نتأكد ندخل من هناك ما شاء الله هذا ماذا يا شيخ خالي لنرى امامنا وهذه مساكن الطلاب احسنت طلاب الجزابية نعم اعضاء التدريس اعضاء التدريس طبعا كنا نخرج من هناك البوابة الخلفية ونأتي كده نشتري من هنا لان عندنا ايام في الاسبوع اذا تذكر يوم الاثنين كان ساعة كاملة فكنا صعب نذهب الى ديارنا ونرجع فما شاء الله ذكريات جميلة ما شاء الله اعطينا ذكريات جميلة قبل ان ندخل قضيت في الجامعة 4 سنوات كانت اجمل مكرياتي فيها كانت في جوالة انت صح كنت مع الجوالة يا سلام كم كنت تروح رحلات وشغلات يا سلام كنت تروح رحلات كثيرة كانت في الشتاء وكانت رحلات خلوية الله تروح مكة وماكة معسكرات في البيضة ومعسكرات في البيضة يا سلام رحلات خارجية خارج المناطق العمرانية يا سلام جميل جميل جدا حلو جميل جدا طيب وين تحب ندخل بسم الله بسم الله يلاعبون كرة سلة ونرى هناك كرة سلة لنستعرض بعض المهارات بسم الله بسم الله بسم الله سنخرب عليهم بسرعة بسرعة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله هناك طائرة أرى حتى هناك هناك طائرة هناك طائرة بسم الله أنا مبدع بسرعة بسرعة كرة القدم الأمريكية وشكرا لك فقط لا أصلا مفقوعة ما شاء الله الله ثلاثية اجابة سلام علي لازم نخش معهم هذه تنفع او لا تنفع مفقوعة محبلة تمشي من تمشي يا شيخ علي احنا اهم شي بس تزديدات جرب الله الشيخ علي اول شيخ علي شيخ علي فضحتنا قدام الكاميرا يا سلام البطولات الرياضية من الجامعة الاسلامية هناك الناس بدأوا يجهزوا انفسهم للعب هناك مباريات يا شيخ خذ بسم الله حسدناك 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 يلا اخر واحدة خليها هنا من على خط الاصفر ايوه لا ممتاز ممتاز لا 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 من تفناني ها 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 ه ها 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 لا انا الطاير ايوه ده لك فيها اه السلة اه سلة يعني كانت هذه بطالة جولة بطالة جولة لنأخذ جولة لحالنادي ممكن أن أحبب المتابعين تلك اي لا لا نأخذ وانهم طلبوا هذا الأمر والله هو اللعب معه جيد ما شاء الله لو كلهم طلاب الجامعة لا تحسبوا منهم برا وكلهم ساكنين فيه سكن اللي هو سكن الجامعة مغلق الله يعينكم وروحوا ودفوا من ورا أفريقيا في مباراة بين أفريقيا وبين مدرمين شوفوا الملعب ما شاء الله أحسن ملعب نعم أحسن ملعب ريال مدريد ريال مدريد نعم لا والله ما شاء الله يعني جزائهم الله خير يعني خادمين المنطقة هذه حتى حاطين نشوف مقاعد للجماهير اشتبغوا حسن من كده يا شيخ علي ما يبغوا دفاعي شهر محمد هذا الكابتن حقهم يالله يالله بالتوفيق بالتوفيق ممتاز يا شيخ علي شجعوا يالله نلقاكم في مقطع آخر في رحاب الجامعة الإسلامية خلينا نشوف بس هذه الهجمة الأخيرة يسجلوها يأما يسجلوها لا ممكن على طول دائما تسجل ممتاز والله شغل الفاخر من الآخر يسجلوها يسجلوها كيف تسجلوها كيف تسجلوها كيف تسجلوها سجلوها ايوه أسلام الله أهم شيء المرتدة من يسيطر على المرتدات يسيطر على المباراة هذه مقولة كان يقول سعد ما هي قواعدة اللعبة لازم لا تمشي بالكورة ثلاث مرات ويسيطر على المرتدات مثل هذا بوضع من يأخذنا الثلاث مرات يعني اخذ الكورة وضربت هذه ضربات في الأرض لا 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 لازم لا تمشي ثلاث خطوات ما بين كل ضربة لا تمشي ثلاث خطوات مع بعض وانت ماسك الكورة ايوه ممتاز واش ثاني بس الان ايش معنا الثلاثي او الان لو جابها من عند الخط هذا من عند الخط ثلاث نقاط طيب والخط الثاني من داخل هذا نقطتين طيب والاصفر هذا بلنتي صح طيب جميل جدا واللي جابها من بره هذا ثلاث نقاط ويحتاج من صفقه طيب هنشوف بعض المقاطع شيخ محمد في بعضهم من نص الملعب ما شاء الله هذا تحسب ثلاث نقاط فرد لا في اربع نقاط فرد لكننا بدنا نقترح اليوم ان يطبقوا حباب يصير رجال حرامي يعني يتعنى وشاطى منه شو حكم الراية حكم الراية هذا حكم الراية حكم الراية طيب نطلقه الجامع شكل هذا دولي أهلا وسهلا أهلا وسهلا الشيخ طيب ننهي مقطعنا لهذا اليوم حتى الشيخينها جاي يلعب كلهم بدان يلعبوا كيف يلعبون سوف نذهب إلى النادي نرى النادي ماذا يضع الى الآن لا يحدث سجل نقطة الله سجلها نرى النادي نرى النادي نرى النادي نرى النادي نرى النادي